السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن كتير من العوامل التي تؤثر على إنتاج البيض وقلنا كان عندي مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر على إنتاج البيض سواء بالزيادة أو بالنقصان قلنا منها النطج الجنس عوامل وراسية ولازم نحدد كده فكريم معايا كنت قلت لك طلع وراء وقالا مكتب الملاحظات دي كتبت معايا العوامل الوراسية كانت بتشمل ايه معانا العوامل الوراسية دي يا مستر كانت بتشمل معانا النطج الجنسي معدل وضع البيض المصابرة على وضع البيض الميل للرقاد القلشق طول فترة التوقف عن وضع البيض وتكلمنا بعد كده على العوامل البيئية أنا بس عايز نفرق لك ما بين العوامل الورصية والعوامل البيئية العوامل الورصية بتحس إنها مش خاصة بيك أنت كمربي لكن العوامل البيئية خاصة بالمربي له دخل كبير جدا فيه هو اللي يستطيع التحكم فيه وهو اللي يستطيع يأما يحصل على معدلات انتاج بيض عليها يأما معدلات انتاج بيض منخفضة من خلال معاملاته ومن خلال العوامل اللي هو بيرعيه العوامل البيئية قلنا زي المسكن قلنا زي التخزية قلنا زي الظروف الجوية قلنا زي الضوء زي عمر الدجاج زي الرعاية الصحية زي ميعاد فاكس الكتاكيت قلنا في شهر 12 تحديدا اللي هو ديسمبر ويناير بتفقس الكتاكيت مبكرا وبالتالي بيكون النطج بتاعها الجنسي مبكرا فيجب التعامل معها طبعا بالشكل الصحيح لكي تحصل على موسم انتاج عالي برضو اتكلمنا على العوامل التي تزيد من نسبة الاخصاب يعني ايه تزيد من نسبة الاخصاب؟ يعني عندي عوامل معينة لو انت عملتها لازم تلاقي نسبة اخصاب عليه طب لو انا اهملت فيها نسبة الاخصاب هتقل في القطيع يعني هتطلع بيت لكن هذا البيت غير ملقع هذا البيت ما ينفعش يتفرغ وانا طبعا بالربي بغرض ايه؟ يا اما انتاج بيد تمام تفريخ يا اما انتاج بيد ما ايه ده؟ لكن الهدف الرئيسي وهو بيد التفريخ لان انت بتطلع صلالات وبتبيع بها بتتاجر على مستوى كبير فمن العوامل التي تؤثر على نسبة الاخصاب اللي احنا ذكرناها في الحلقة اللي فاتت قلنا معادة تلقيح الصحة العامة للقطيع عمر القطيع موسم التفريخ تمام؟ كل هذه العوامل التي تؤثر على عملية الاخصاب في القطيع يا اما بالسلب يا اما بالايجاب يعني اذا كانت الحالة الصحة معادة تلقيح نفسه بيتم بعد الساعة العاشرة صباحا ده افضل معادة تلقيح زي ما ذكرنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت وتكلمنا فيه واعتقد يعني وصلتك المعلومة كويس جدا فيه بعد كده تكلمنا على الصحة العامة للقطيع كلما كانت الحالة الصحية للقطيع حالة صحية تمام؟ متميزة خالي من الامراض عنده مقاومة عالية للامراض كلما زادت نسبة الاخصاب في القطيع طيب عمر القطيع كلما تقدم القطيع في العمر كلما قلت نسبة الاخصاب فعلا لما القطيع يكبر ويتقدم في العمر نسبة الاخصاب بتاعته حتقل وكذلك طبعا تحدثنا عن موسم التفريخ ان شاء الله نستكمل بقى حلقاتنا النهاردة كنا وقفنا عند طبعا عملية نقل الكاتاكيت من مرحلة الرعاية او من مرحلة النمو الى مرحلة الانتاج طبعا مش كاتاكيت بقى هنا مصدر ام الايه؟ فعلا للامهات من مرحلة النمو الى مرحلة الانتاج لاننا خلاص هنستعد للحصول على سلالات عالية من انتاج قلبه قلنا لازم نراعي مجموعة من الاشياء ايه اللي بالرعيه؟ قلنا اولا لابد ان يكون العنبر او عنابر الانتاج جاهزا قبل نقل الكاتاكيت باسبوع باسبوع كامل يا مستر فعلا باسبوع كامل يجب ان يكون العنبر جاه طب جاهز بايه؟ بالمشابيات بالغزيات بالمعالف بالاضاءة تمام بالتهوية مظبط كل حاجة في داخل العنبر استعدادها لعملية للنقل النقطة الاهم من ديت وانا قلتلك ركز معي كويس او فيها يتم نقل الديوك قبل الاناس بمدة من اثنين لتلاتة يوم يعني لازم الزكور تنقل قبل الاناس حفاظا بعد كده على نسبة الاخصاب وحفاظا على عدم العراق طبعا الاناس لما الاناس بتيجي على الزكور ما بيحصلش خنايا لكن لما الزكور بتيجي على الاناس بيحصل مشاكل جمدة جدا في العنبر تمام؟ طيب ولازم نخصص الغزيات الخاصة به الديوك والنسب المخصصة من الديوك يعني يا مستر ما احنا قلنا تقريبا يعني النسبة المتابعة او النسبة اللي الناس كلها بتعملها في كل المزارع بيخصص لكل عشرة دجاجات ديك يعني نسبة كام في المية؟ عشرة في المية يعني يا مستر لو انا عندي ميت دجاجة نجيب معهم عشرة ديوك لكن الديوك ديك خلاص انت تبدأ بقى تنعي لاể في مرحلة الانتاج ما بقى الشيء ظه كنا في الأول بنقول في المراحل الأولى بناخد 15% من نسبة الديوك لربما يكون ديك تعبال لربما يكون فيه أي حاجة ديك يحصل له مثلا مرض ينفق أو يموت تمام فبيوز تابع عشان نبقي على نسبة 10% من الديوك إذن 10% من الديوك أنا بنختار أفضل السلالات للحصول على أعلى إنتاج وأعلى نسبة إخصاء وبالتالي أعلى نسبة فأس في القطيع هتبقى مهمة جدا 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 العملية دي بالنسبة مش مجرد أنا نجيب أي عشر ديوك وخلاص نحطهم مع الإناث ده أنا عايز نحافظ على سلالات خط إنتاج كبير تمام لازم يكون أفضل السلالات من الإناث وأفضل السلالات من الزكور للحفاظ على الإنتاجية العالية والحصول على نسب إخصاب عالية وبالتالي نسب فاكس إيه؟ عالية طب المساحات المخصصة بقى مستة لكل عمبر احنا قلنا إيه؟ أنا بس قلتلك راعي أن الغزيات الخاصة بالديوك وده نقطة مهمة جدا 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 تكون أفضل لوحدين طيب والغزيات الخاصة بالإناث هتقول لي طبعا نعملها إزاي؟ قلتلك عليها في الحلقة اللي فاتت وقلنا إن إحنا بنجيب سلك كده بتغطي بيه المعلفة تمام؟ بتكون مساحة السلك ده المسافات ما بينه مسافات تدخل رأس الأنسة ما تدخلش رأس الزكا معنى كده إن رأس الزكا أكبر قلناها الحلقة اللي فاتت قلنا تتميز طبعا الديوك برأس كبيرة فإذا المعلف دي تكون مخصصة للناس عشان تاخد احتياجاتها الغذائية تمام المزبوطة مية في المية وما حصلش عندي عجز وطب طبعا المعدلات الإنتاج عالية إذا كانت التغذية متزبطة إذا كانت الحرارة متزبطة التهوية متزبطة الرطوبة متزبطة الإضاءة وعرفنا أميتها في الحلقة اللي فاتت وإن أن الإضاءة مهمة جدا بقى جدا 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 في مرحلة الإنتاج تعالوا نشوفوا كده احتياجات قطيع الأمهات في فترة الإنتاج المساحة بالنسبة لسلالات أمهات اللح يخصص في فترة الإنتاج من 4.5 ل 5 طائر لكل متر مربع فاهمني ولا لا؟ فاهم يا مستر يعني عايز تقول حضرتك إن المتر المربع الواحد ياخد من 4.5 إلى 5 طيور كويس قوي هتقولي وفي 4.5 يا مستر أنا بنقولك نسبة عامة تمام؟ نسبة عامة نسبة عامة للقطيع في داخل العنبة تمام؟ أما الكلام ده في الأجواء المعتدلة أما في الأجواء الحرة يعني لو كانت درجة الحرارة عالية يخصص من 4 إلى 4.5 طائر من 4 إلى 4.5 يعني كلما درجة الحرارة بقى كانت عالية في الحالة دي بقى حضرتك عايز تقلل العدد عشان التزاحم ما يباش كتير في داخل العنبة طيب بعد كده بالنسبة لسلالة أمهات البيئ من 8 إلى 9 طائر لكل متر مربع طيب بالنسبة لسلالات أمهات البيئ من 8 إلى 9 طائر لكل متر مربع للسلالات البيضاء أما السلالات البنية يخص من 6 إلى 7 طائر طيب ليه مستر الكلام ده تنخفض ليه نسبة السلالات البنية نسبة السلالات البنية بتكون حجمها أكبر من السلالات البيضاء فبالتالي عشان المساحات طبها مظبوطة تاخد المتر المربع لواحد من 6 إلى 7 طائر لكن بالنسبة للسلالات البيضاء اللي هي المتخصصة في إنتاج البيت من 8 إلى 9 طائر ده إيه مستر أنت مش قلت لنا من 4 إلى 4.5 في أمهات اللح لو حضرتك حتربي بغرض إنتاج اللح من 4 إلى 4.5 طائر تمام في الأجواء المعتدلة ومن 4 ومن من 4.5 إلى 5 طائر في الأجواء المعتدلة ومن 4 إلى 4.5 طائر في الأجواء الحرة أما بالنسبة لسلالات دجاج إنتاج البيت يخصص من 8 إلى 9 طائر لكل متر مربع ده للسلالات البيضاء اما في السلالات البنية يخصص من 6 الى 7 طائر لكل متر مربع طب نمرة اتنين الفرشة الفرشة بقى بصلي كده اتفقنا واتكلمنا في الفرشة دي كتير جدا واتكلمنا عنها في كذا مرحلة كلمنا عنها في دجاج التسميل لو تفتكر معايا واتكلمنا عنها في المراحل الاولى في عمليات التحضين الفرشة يجب ان تكون ليست شديدة الجفاف ولا شديدة الرطوة وعرفنا طبعا المرشد العام لاختبار الفرشة زي ما قلتلكوا قبل كده كتير لازم الفرشة تكون رطبة يقام ما تستخدم فرشة من النشارة يقام ما تستخدم من التب وهذه الفرشة طبعا ارتفاعاتها يعني تتفاوت ما بين الصف والشتاء تزود نسبتها شوية في فصل الشتاء تمام وتقلل من هذه النسبة او الارتفاع بتاعها في فصل الصف زي ما قلنا وقلنا النسب دي كتير جدا مع بعضين طب نكمل بعد كده نقطة اللي بعد كده بقى اللي هي مين المعالف بالنسبة لسلالات امهات اللحم يخصص لكل طائر خمستاشر سانتي من مساحة المعلفة اما بالنسبة لسلالات امهات البي يخصص اربع علفات تمام اللي هي اربعين سانتي لكل مية طائر يعني يا مصطر الكلام ده يعني سلالات امهات اللحم لكل خمستاشر طائر تمام لكل لكل طائر خمستاشر سانتي من حجم المعلفة كل طائر ليه؟ 15 سنط من حجم المعلف ده الكلام ده من ايه؟ ده الكلام ده اذا كانت الطيور متخصصة في انتاج اللح طب اذا كانت الطيور متخصصة في انتاج البيه؟ هنعمل ايه؟ يستخدم معلفة تمام؟ يخصص لكل 4 علفات يخصص لكل 4 علفات عدد 100 طائر يعني العلفة الوحدة تاخد 25 طائر ده كلام كويس قوي دي المساحات المخصصة لكل طائر تمام؟ فيما يتعلق بمرحلة النمو ولا التحضين ولا الانتاج برافو عليك وبرافو عليك في مرحلة الانتاجة مستر طيب بعد كده المسائي يجب ان يكون عدد المسائي كافي ومتلائم مع الاعداد الموجودة في داخل اللي ايه؟ العنبة ماينفحش تقل من عدد المسائي مهم جدا جدا يا جماعة طيور تشرب وطيور ما تشربش لازم يكون عندك الاعداد المناسبة لأعداد الطيور تمام؟ الماء الماء اللي حضرتك بتحطه للطائر لازم ان يكون مياه صالحة للشرب خالية من اي ملوسات ماهي شديدة الملوحة وحط تحت دي تلاتين خط كلمة شديدة الملوحة دي تؤدي الى اضرار تمام؟ خاصة بالطائر مهم هتأثر على معدلات الانتاج وحتأثر على معدلات التغزية يبا لازم المياه تكون مياه صالحة للشرب مياه عزبة عديمة الطعم عديمة اللون تمام كده عديمة الرياحة مهم جدا جدا الكلام اللي بنقوله ده يا شباب طيب النقطة اللي بعد كده عندنا البيضات اه تعالي بقى بيضات دي انا عندي تلات انواع من البيضات في بيضات بنقوله على بيضات مفردة وفي بيضات بنقوله على بيضات جماعية وفي بيضات بنقوله على مفردة صيادة مفردة ايه صيادة البيضات المفردة مساحتها او ما استها 35 سم في 35 سم في 35 الارتفاع في الطول في العرض زي بعض ويتم تخصيص بيضة لكل 5 دجاجات يعني حضرتك البيضات المفردة تمام بتخصص بيضة لكل كام لكل 5 دجاجات يعني ما هو بالتناوب ما الدجاجة دي مش هتخصش تبيد في نفس التوقيت بتاع دي او دي او دي كويس او يiba دي البيضات المفردة طب البيضات الجامعية مقاساتها بقى تختلف اه تختلف البيضات المفردة حضرتك قلت لنا دلوقتي يا مستر انها 35 في 35 في 35 البيضات الجماعية مقاساتها 200 في 50 في 35 سنتي وتخصص لعدد 50 دجاجة لكن المفردة كانت بتخصص لكم برافو عليكي وبرفو عليك كانت بتخصص لخمس دجاجات طب البيضات المفردة الصيادة ايه ده مفردة صيادة بيقولك هي بيضة مفردة ولكن لها باب امامي يسقط خلف الدجاجة يعني مجرد الدجاجة ما تدخل الباب ده يسقط وراه دي اسمها الباب عشان كده سميت بالبيضات المفردة اللي ايه الصيادة تمام وتحجز الدجاجة داخل البيضة لحين يخرج لغاية انت اللي ما تخرجك يا مربي يبقى انواع البيضات المستخدمة مش عشوائي كده لا ده انا عندي عدة انواع من البيضات زي ما اتفقنا مع بعضا شباب قلنا بيضات ايه نمرواحي برافو عليك بيضات مفردة مساحتها ايه قول معايا قولي معايا ها 35 في 35 في 35 تمام وتخصص بيضة لكل كم دجاجة 5 6 دجاجة طب كويس اوي بالنسبة ليه البيضات الجماعية وهي ما اسدها 200 في 50 في 35 وتخصص لعدد 50 دجاجة اما البيضات اللي هي المفردة الصيادة هي بيضة مفردة ولكن بيكون لها باب هذا الباب باب امامي يسقط بمجرد دخول الدجاجة مجرد ان تدخل كده الدجاجة روح الباب ايه صاعد لغاية حضرتك كمربي ما تطلع انت اللي ايه الدجاجة بنفسك يبقى انواع البيضات ايه شباب بيضات مفردة بيضات جماعية بيضات مفردة صيادة ابعدها ايه البيضات المفردة 35 في 35 في 35 سنت طيب وديت بتسع لكم دجاجة 5 دجاجات طيب البيضات التانية اللي هي البيضات الجماعية دي اتعبارها عن 200 في 50 في 35 وتسع لكم دجاجة دي تسع 50 دجاجة ثم البيضات المفردة اللي هي زي ما قلت لك الصيادة اللي هي تتميز بوجود باب مجرد الدجاجة ما تدخل بيسقط الباب خلف اللي ايه الدجاجة تمام نكمل بعد كده بنقول عمليات بعد كده الخدمة في عنابر الامهات في مرحلة الانتاء عمليات الخدمة اللي بتتمي ايه انا عندي عمليات يومية زي ما قلت لك بقى لازم حضرتك تميز ما بين العمليات اليومية والعمليات الدورية التي تتمي فيه العنابر العمليات اليومية الحالة الصحية درجة الحرارة التهوية الاضاءة كمية العلف النفوق يعني الموت موت الدجاجات لأ تاني رجعلي بنقول ايه بنقول لك العمليات اليومية التي تتم في مرحلة الانتاء وتشمل الحالة الصحية للقطين يعني حضرتك لازم كل يوم الصبح تخش تفتح العنبر تتمشى في داخل العنبر تشوف ايه المصاب تشيله تعزله الكاتكوت الكاشش او الدجاجة اللي مش كاتكوت بقى الدجاجات الدجاجات اللي فيها اي مرض او فيها اي عالطول ناخدها العزل ونعرض على الدكتور البطري عشان نشوف السبب ايه دي حالة صحية اذا كان هناك تحصينات معينة لازم تجرد تحصينات في معيدها ولازم تسجل هذه التحصينات تم ايه وسبت ايه وعملت ايه نطل بعديه درجة الحرارة لابد من مراعاة وتزبيط درجة الحرارة يومية ما تكسلش بقى وتقول لي انا زابط الحرارة مبارع فانقلش النهاردة ما تزابط لازم نخش ايد على الترموميت لتزبيط درجة الحرارة اللي قلنا درجة الحرارة في مرحلة الانتاج يجب ان تكون 22 درجة مقوية لربما درجة الحرارة برا تمام الجو برا فالطبيعي ان انا لازم طبعا نحسن من درجة الحرارة ونراعي ان درجة الحرارة لا تقل عن كام عن 22 درجة مقوية ولا تزيد طبعا عن هذا لان هذا الحد الامسل لدرجات الحرارة بعد كده التهوية التأكد من وجود غاز نشادر او غاز ساني اكسيد الهيدورجين او ساني اكسيد الكربون اللي موجود جوه العنبا موجود ولا مش موجود النشادر اهم غاز حضرتك مجرد ما تدخل العنبا تتمشى كده في العنبا هتلاقي فيه ريحة الغاز ده عالية جدا اذا التهوية سيئة جدا اذا عندك المروح مش شغالة او الشفطات مش شغالة ولو كنت بتربي في عنابر مفتوحة معتمد فيها على التهوية يبا انت منتش مزبط التهوية تمام من خلال الشبابيك والفتحات اللي موجودة عندك دي حاجة مهمة جدا 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 يبا لازم التأكد من وجود تهوية جيدة في داخل العنبا النقطة اللي بعدي وهي عملية الاضاءة وقلت لك ان الاضاءة مهمة جدا 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 ولازم تكون عدد ساعات الاضاءة اللي احنا قلنا من 15 الى 17 ساعة يومية بعد كده ممكن تقل تدريجيا تبقى لاحتياجاتنا كمية العلف والمياه المستخدمة يعني او المستهلكة يعني لازم ندي كمية علف طبقا لعداد الدجاج اللي مطلوب عندي مش ندي كمية كده وخلاء طبقا للمقررات الغذائية اللي هي المقترحة والبرنامج الغذائي اللي حضرتك متابعه تمام معدلات النفو دخلت في العنبر لقيت فيه مية هل مية طبيعي يعني واحدة اثنين تلاتة ده شيء طبيعي لكن لقيت اعداد مثلا عشرين تلاتين لا ده انا هنا ظهر عندي مشكلة لان العشرين تلاتين دول النهاردة لو انا صبرت عليهم بكرة حيبو خمسين ستين سبعين وهكذا اذا لازم النفوه ده يتجمع او الاعداد النفاة تتجمع وتتخصم في اليوميات اللي عند حضرتك تمام من الاعداد الطبيعية وتعرض على الدكتور البطري عشان يفحصه ويشوف سبب النفوه ده كان ايه تمام نقطة اللي بعد كده يبا دي اسمها عمليات الخدمة التي تتم العمليات الدورية يبا احنا قولنا دي العمليات اللي فاتت دي اسمها العمليات اليومية عمليات دورية مستر زي ايه العمليات الدورية في عنابر الامهاء وتشمة اضافة بعض العلف الى المعالف لتعويض المستهلك يعني حضرتك دخلت العنبا لقيت المعالفة ناص نزود العلم فحاجة دي لا تمام يا مستر طيب مرائبة حيوية القطيع وانتاجه واستهلاك الغزائي بنرائب حضرتك عينك على القطيع بيجري منتشر في داخل العنبة ولا كاشش كده واخد ركن من داخل العنبة اذا كان القطيع بدأ في انتاج البيت انتاجه معقول ولا الانتاج قل استهلاكه الغذائي بيستهلك عليقة جيدا ولا استهلاكه قل من العليقة تمام لازم العمليات دي العمليات دي تقال على عمليات ايه دورية يبقى العمليات الدورية اضافة بعض العلب في المعال مرأبة حيوية للقطيع وانتاجه واستهلاكه الغذائي كويس قوي التأكد من جو العنبة يعني ايه التأكد من جو العنبة زي ما قلتلك هتشوف برضو التهوية في العنبر هتشوف درجة الحرارة في العنبر هتشوف الرطوبة في العنبر عاملة ازاي طيب نقطة اللي بعد كده التأكد ان جميع الاجهزة الكهربائية تعمل بصورة طبيعية لازم زي ما قلتلك تدخل العنبر دي عمليات دورية تتم بصفة منتظمة كويس قوي تتأكد ان الشفطات شغالة ان المراوح شغالة ان كل شيء عندك على ما يرى تحريك الفرشة يعني يا مستر تحريك الفرشة طول ما انت داخل تمام حرك الفرشة قلب الفرشة تعمل عمليات تقليب للفرشة لربما الفرشة دي كنت احتها مبتل او رطبة جامد جدا اذا كانت رطبة تشيل الجزء المبتل وتستبدله بجزء ناشئ تحت المشربيات دايما بيكون فيه جزء مبتل بصفة كبيرة جدا برضو حضرتك هتعمل فيه هتشيل الجزء المبتل ودي نقطة مهمة جدا جدا لمنع زيادة الرطبة في داخل العنبر لان زيادة الرطبة في داخل العنبر يعني زيادة فطريات وزيادة فيروسات وطبعا هيسبب لنا مشاكل جامدة جدا للطائر طب بعد كده بتجمع الدجاج النافئ او زي ما قلنا حرك الفرشة ثم جمع الدجاج النافئ هتعد اعداد الدجاج النافئ العملية جاء عملية دورية وعملية يومية او فعلا لاننا لازم نتأكد من الاعداد اعداد طبيعية تمام طبقا للمرحلة اللي هي بتمر بيها ولا اعداد زايدة عن الحد المطلوق لا اعداد زايدة عن الحد المطلوق على طول كده كده لازم تتعرض على الطبيب البطري لكي يحدد تمام ويقوم بتشريح الدجاجة دي لكي يعرف السبب من الوفاة وعشان لو كان عندنا مرض ولا اي حاجة نلحق طبعا نتلفى هذه النقطة وطبعا نسيطر على القطيع بتاعنا نقطة اللي بعد كده بيقول لي طبعا يجرى جمع البيض من اربعة الى ست مرات خلال اليوم زي ما احنا قلنا جرى العرف ان الناس في المزارع في معظم المزارع بيجمع البيض بتاعه لمدة اربع مرات او الى ست مرات يومية يعني النموذجي من اربعة الى ست مرات ايه خلال اليوم يبديت العمليات الدورية اللي احنا بنتكلم فيه نكمل برضو كلامنا على تابع العمليات الدورية خلصت كده لأ طبعا فارز القطيع واستبعاد الدجاجات الضعيفة كل يوم يا مستا بنفرز القطيع اللي عندي وبنبوس لقيت دجاجة ضعيفة لقيت دجاجة مريضة هتقول لي وانا كل يوم اه كل يوم لان النهاردة الدجاج السليم ممكن يكون مصاب بعد كده كويس قوي طيب التأكد من درجة الحرارة والرطوبة قلناها تأكد من درجة الحرارة والرطوبة في داخل ايه العنبا التأكد من مراوح الشفط واجهزة التبريق شغالين ولا مش شغالين مش هنخسر حاجة لو دخلت العنبر بصيت عليهم كده في خمس دقايق مفيش مشكلة خالص التأكد منها الإضاءة إضاءة كلها اللمبات أيدا ولا فيه لمبات طافية عشان لما تيجي حضرتك كلام دا انت بتخش تعمله الصبر في بداية اليوم عشان لما تيجي تقيد النور بالليل تمام تتأكد ان كل الإضاءة وكل طائر يحصل على المقررات بتاعته من الإضاءة لأنه دا مهم جدا 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 وعرفنا أهمية الإضاءة وهمية الضوء بالنسبة للطائر ايه كويس او تسجيل جميع العمليات في السجل اليوم زي ما هنشوف في نهاية الحلقة ان شاء الله فيه مجموعة من السجلات اللي احنا نتعرض لها دا سجل اسمه سجل العمليات اليومية بتسجل فيه النافق بتسجل فيه الاعداد تمام وهكذا بحيث تكون تامم العمليات ديات على خير وهذه العمليات اللي احنا قلناها ديات كلها تسمى العمليات الدورية يبقى عمليات دورية فرز القطيع تأكد من درجة حرارة تأكد من مراوعة شفطات تأكد من إضاءة تسجيل عمليات تمام فيه سجل إضافة بعض مواد العلف مرأبة حيوية الطيور التأكد من جو العنبق التأكد من جميع الأجهزة الكهربائية تحريك الفرشة جمع الدجاج النافق تمام جمع البيض على الأهل ما يقلش عن أربع إلى ست مرات يومية كل ديات العمليات التي يطلق عليها العمليات الدورية تمام كويس في عنابر الأمهاء بعد كده ما ناخد حاجة تانية اللي هي طبعا تهيئت الجو الداخلي أثناء فترة الإنتاج الحرارة زي ما أنا قلتلك قلتها طبعا في الحلقة السابقة قلتها في بداية الحلقة ديات يجب أن تكون الحرارة في حدود من 22 إلى 24 درجة مأوية يب أنسب معاد لدرجة الحرارة أو أنسب درجة حرارة ملأمة لأمهات هي درجة حرارة من 22 إلى 24 درجة مأوية الرطوبة نسبة الرطوبة من 60 إلى 70% يب الحرارة 22 إلى 24 الرطوبة من 60 إلى 70% برافو عليكم كده تمام بعد كده بنتكلم على الإضاءة أهمية الضوء تعالي بقى أهمية الضوء احنا قلنا إيه الضوء ده ماله ده منشط قوي للطيون ده يؤثر على النطج الجنسي ده يؤثر على حجم البيضة والإنتاج الكل للبيئ ده يؤثر على النمو ومعدل التحويل الغذائي كل ده للضوء يا مستق مهم جدا لذلك بص بقى معايا حضرتك بتلاقي أنت والدتك بديهي كده من غير أي حاجة أو أي حد بيربي تمام على السطح عنده بتلاقيه عمل خزانة بسيطة جدا على السطح وحاطت فيها لمبة تمام كده عشان الإضاءة هو عملها هو مش عارف ليه هو بيقولك عشان الطائر يأكل يام لكن ده مش ده بس ده حضرتك أهمية الضوء دي أهمية شديدة جدا أهمية مفيدة جدا للطائر أهميته إيه زي ما قلنا منشط قوي للطيون تمام برافو عليكم يؤثر على النطج الجنسي كويس قوي إذن لو كان معدلات الإضاءة ضعيفة يا مستر النطج الجنسي قل طب لو معدلات الإضاءة جيدة النطج الجنسي يزيد كويس قوي يؤثر على حجم البيضة حجم البيضة كمان آه لو كان الإضاءة بسيطة أو الإضاءة غير كافية حجم البيضة اللي حيطلح تبقى بيضة صغيرة صغيرة في الحج وعدد البيض كمان آه عدد البيض ليه؟ لأن ده بيأثر على نسبة الإخصاب فحتقل نسبة الإخصاب فهتقل معدلات إنتاج قلبي وحيقل أحجامه يؤثر على النمو ومعدل التحويل الغذائي أهو بقى دي النقطة بقى اللي هي طبعا كنا بنقولها الرجل الشارع العادي اللي هو بييد اللمبة دي من غير ما يعرف فايدتها ايه هو بقولك عشان يأكل يام فعلا الطائر لما بتنشط الغدد اللي هي الغدد النخمية بتزود إفرازاتها تمام فدي بتعمل بتزود الهرمونات فبتزود من إفراز البويضاء إذن هيزيد معدل إنتاج البويض وبالتالي كما بتزيد إفرازات بتفتح شهية الطائر للتخزية فالطائر بيتغذى كوي فكلما زادت التخزية كلما زادت معدلات الإنتاج والطائر كاتر حالة الصحية بتاعته حالة جيدة صح كده ولا لا؟ كويس قوي إذن هذه العمليات يا شباب عمليات ممتعة وعمليات شيقة جدا أنت بتعمل الشيء وأنت مستمتع بيه بتعمل العمل ده وأنت حبه مش ضروري تعمل الكلام ده وأنت مجبر عليه اعمل ده كمشروع بالنسبة لك صدقني مشاريعك جيدة جدا وسهلة جدا وزي ما قلت لك ما بتحتاجش أي رؤوس أمواء وأي حاجة أنت تعوزها ممكن تتواصل مع أنا حضرتك على طبعا اليوتيوب على القناة مصر للتعليم الفني وإحنا برضو نحاول نوصل لك ولو عايز دراسك جدوى في أي مشروع ولو عملت المشروع بالفعل وأي حاجة وافت معك إحنا ده دورنا هنا كطبعا تعليم فني وده دور الوزارة في الفترة الأخيرة ودور القناة الرئيسي اللي هو طبعا أعتقد أنه فرق جامد جدا مع طالب التعليم الفني وده طالب التعليم الفني معلومات موسقة يستطيع من خلالها تمام التعلم بمنطقة البساطة بمنطقة الحب ويعيد ويزيد الفقرة مرة واثنين وثلاث فعايزك تاخد المعلومة بحب هايز تاخد المعلومة معلومة هايز تاخد المعلومة مش للعلم معلومة للتطبيق عشان ربنا يكرمك إن شاء الله ونستطيع تخريج دفعات من شباب تمام ناضج يستطيع الاعتماد على نفسه تمام ده كله بيتم من أبسط المشاريع اللي هاتساعدني بالكلام ده هي المشاريع الخاصة بتربية الدواجي تمام طيب نكمل برضو الإضاءة زي ما قلنا لها مهمية كبيرة جدا نقلل بعد كده على نقطة تانية وهي لون الضوء بص بقى نقطة مهمة قوي لون الضوء الأحمى والبرتقالي لهما تأثير كبير على إنتاج البه كلما كان الضوء أحمى اللون أحمى أو برتقالي إنتاج البدزي معقولة أو الله فعشان كده بيتعامل دلوقتي برامج إضاءة خاصة باللون الأحمر والبرتقالي تحديدا طب برامج الإضاءة في فترة النمو وفي فترة الإنتاج طبقا لما يلي يلا بينا بقى برنامج الإضاءة في فترة النمو هناك نظامين يمكن اتباعهما في فترة النمو في نظامين برنامج اسمه برنامج الضوء السابت وبرنامج الضوء المتناقص برنامج الضوء السابت عايزك تفرق ما بين اللي اتنين بقى كده معايا واحدة واحدة حنقوله ده كلمتين وحنقول ده كلمتين بممطال بساطة عشان حضرتك احنا قلنا في الضوء أهمية كبيرة جدا لازم بقى ادم فيه لقى همية عرفنا هميته ايه وده مؤثر كبير جدا على معدلات انتاج البيه ومعدلات الخصوبة ومعدلات الفاسم ميه ما بقى خلاص ده لازم بقى نهتم بيه فبيتعامل كم برنامج يا اما برنامج اسمه برنامج الضوء السابت يا اما برنامج الضوء المتناقص طب ايه الفرق يا مستر ما بيه برنامج الضوء السابت وبرنامج الضوء المتناقص برنامج الضوء السابت تعال نقرأ كده مع بعد ونشوفه معلوماته ايه بيقول لي برنامج يبدأ البرنامج عند فاكس الكتاكيد حيث تكون الإضاءة ليلا ونهارا كويس قوي يعني اللي 24 ساعة إضاءة بالليل وبالنهار بس الكلام ده في المراحل الأولى من النمو كويس طيب في خلال كم يوم الأولاني السلاسة أيام الأولى أما باقي الإسبوع فيتم خفض ساعات الإضاءة لتصبح 22 ساعة ثم يستمر خفض ساعات الإضاءة بمعدل ساعتين إسبوعية حتى يصل البرنامج في الإسبوع الثامن إلى 8 ساعات أو 9 ساعات كويس قوي وتستمر هذا المعدل أو يستمر هذا المعدل حتى نهاية الإسبوع العشرين يا مستر بعد إذنك فاهمنا الضوء السابت ده تاني اللي حضرتك قلته أنا مش فاهمينه نقول تاني تعالي لي كده بمنطقة البساطة برنامج الضوء السابت البرنامج هيبدأ عند فأس الكتاكين يا شباب صلي كده بقى هيبدأ عند فأس ليه الكتاكين خلال الثلاث أيام الأولى إضاءة ليه النهار يبقى خلال الثلاث أيام الأولى معدل الإضاءة 24 ساعة يومية كويس قوي ثم تخفض ساعات الإضاءة تمام في باقي الإسبوع الأول ل22 ساعة ثم يستمر خفض ساعات الإضاءة بمعدل ساعته لغاية حضرتك ما توصل عند تسح ساعات تمام عند هذا المعدل بس الكلام ده يكون في الأسبوع الكامل الأسبوع العشرين يبقى من 8 إلى 9 ساعات ده في الأسبوع الكامل العشرين ده اسمه برنامج الضوء السابت برنامج الضوء ليه السابت طب كويس قوي طب برنامج الضوء المتناقص بقى برنامج الضوء المتناقص يبدأ هذا البرنامج عند الفاكس تكون الإضاءة في الثلاثة أيام الأولى لمدة 24 ساعة كويس زي الضوء المتناقص ولكن باقي الإسبوع تخفض الإضاءة إلى 13 ساعة 13 ساعة وابتداء من الإسبوع الأول يبدأ برنامج الإضاءة المتناقص بمعدل 15 ديئة إسبوعية طول فترة النمو ليصل في نهاية فترة النمو إلى 9 ساعات يوميا فقط تاني كده بالراحة واحدة واحدة كده مستة برنامج الضوء المتناقص هو بيتناقص تمام؟ عشان كده سمي برنامج الضوء المتناقص الإضاءة في أول 3 أيام زي البرنامج الضوء السابت لمدة 24 ساعة لكن باقي الإسبوع هتخفض الإضاءة إلى كام؟ إلى 13 ساعة لكن البرنامج الثاني كان برنامج كنا بنزل فيه ساعتين معايا إلى أن يصل في عمر الإسبوع العشرين إلى كام؟ إلى طبعاً 8 أو 9 ساعات لكن هنا هتخفض الإضاءة إلى 13 ساعة وابتداعاً من الإسبوع الأول يبدأ برنامج الإضاءة المتناقص بمعدل 15 ديئة إسبوعية طول فترة النمو لغاية ما يوصل بقى في فترة النمو ديئة لمدة 9 ساعات يومياً فقط وصلت كده يبقى ده الفرق ما بين برنامج الضوء السابت وبرنامج الضوء المتناقص طيب الكلام ده كان بالنسبة لبرنامج الإضاءة في مرحلة النمو طيب برنامج الإضاءة في فترة الإنتاج يبدأ من الإسبوع الكاء 21 برافو عليك لأن الإنتاج هيبدأ من الإسبوع الـ 21 يبقى مرحلة الإنتاج وتبدأ من الإسبوع الـ 21 ترفع ساعات الإضاءة إلى 12 ساعة هي يا مستر مش كانت 20 ساعة برافو عليك وبررافو عليك لما كانت 20 ساعة في الإسبوع العشرين كانت من 8 إلى 9 ساعات أما نيجي نوصل بقى للإسبوع الـ 21 لازم ترفع عدد ساعات الإضاءة ونوصلها لـ 12 ساعة وذلك لدفع القطيع لوضع البيض ما احنا قلنا لما الإضاءة بتزيد معدلات الإنتاج للبيض بتزيد إذن في المراحل الأولى قلنا وصلنا لغاية الإسبوع العشرين وصلنا الإضاءة على 8 أو 9 ساعات يومية طب لما جئنا في الإسبوع الـ 21 حتزود الإضاءة إلى أن تصل إلى كام 12 ساعة يومية وذلك للحفاظ على أو دفع القطيع لوضع كميات من البيض أعلى سابعا معامل التحويل الغذاء إيه هي العوامل التي تؤثر بقى في معدل التحويل الغذاء يا شباب احنا قلنا قبل كده إيه هو معدل التحويل الغذاء بص لي كده وارجع لي معدل التحويل الغذاء هو قدرة الطائر على تحويل العليقة إلى لح يعني يا مستر تاني بنقول كلما كلما تغذى الطائر مثلا على 2 كيلو عليقة نحصل منه على كيلو لح كده ده اسمه اللي هو معامل التحويل 1 ل 2 أو 2 ل 1 يعني الطائر يتغذى على 2 كيلو عليقة يديني كيلو لح تمام يا مستر طيب إيه هو العوامل التي تؤثر في معدل تحويل الغذاء نمر واحد نوع الغذاء المستعمة حضرتك بتغذى على عليقة متزنة ولا عليقة غير متزنة لو بنغذى على عليقة متزنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية بوريتينات دهون أملح معدنية فيتامينات طبعا حاجات مصادر للطاقة كل الأشياء دي لابد أن يكون معدلات الإنتاج عليها ومعامل التحويل كفاءة تكون عالية نمر اتنين التركيب الوراصي تركيب الوراصي للدجاج نفسه تمام ممكن الدجاجة نفسها عندها القدرة على تحويل الغذاء ضعيفة يبقى لازم حضرتك تنتخب السلالة اللي قدرتها وكفاءة تعالية في عملية تحويل الغذاء تلاتة درجة الحرارة كلما ارتفعت درجة الحرارة أو انخفضت درجة الحرارة عن الحد المطلوب تقل الكفاءة التحويلية اذا الكفاءة التحويلية الغذائية يجب ان تكون درجة الحرارة مناسبة زي ما احنا قلنا في قطيع امهات دجاج البيض من اتنين وعشرين الى اربعة وعشرين درجة ماوية يبقى دي العوامل التي تؤثر في معدل التحويل الغذائية نكمل بعد كده الامراض اذا كان الطائر ده مصاب بالامراض تفتكر الكفاءة الغذائية هتزيده ولا هتقل مرافو عليكي هتقل طب العمر والوزن كلما تقدم الطائر فيه العمر كلما قلت ولا زادت الكفاءة التحويلية كلما قلت طبعا الطائر الكفاءة التحويلية بتاعته هتنخفض كويس قوي المقاومة للامراض كلما كانت قدرة الطائر على مقاومة الامراض عالية كلما زادت الكفاءة التحويلية بتاعته كويس قوي يعني ايه مفيش امراض الطائر بيتغذى تغذية جيدة بيتغذى تغذية صحية فبالتالي حيستطيع تحويل كميات العالية اللي هو بيستهلكة الى كميات لحم او كميات من البيض اذا كنت بتربي بغرض انتاج اللحم هتحصل على انتاج لحم اذا كنت بتربي بغرض انتاج بيت هتحصل على إنتاج قلبي نقطة اللي بعد كده مقاومة القوارد مقاومة ليه القوارد مهم جدا لو حضرتك موجود قوارد في داخل العنابة ما هتتغز على العلاية اللي موجودة دي وحتحضر لك نسبة كبيرة جدا من العالية قد تصل لخمسة سبعين في المية فقد في الغزاء فيه ساعات كده جماعة يحصل فقد في الغزاء بنسبة خمسة سبعين في المية يعني حضرتك بتصرف على الفاضي حضرتك بتروح تجيب العالية تمام والتشق انت بي العالية بتخلص معك بسرعة لكن ما فيش معدلات أوزان تحوله نتيجة وجود قوارد تمام كده نتيجة وجود مضادات حيوية وعققير الطائر بياخد مضادات حيوية كتير جدا فقدرته هتختلف طبعا بالنسبة ليه عملية الكفاءة التحولية حجم الكاتكوت الحديث الفاء كنتم طلح كاتكوت أصلا حديث فأس كاتكوت ضعيف كاتكوت هزير برضو الكفاءة التحولية بتحته بتقل طيب الفقد في الغزاء معدلات بتهضر عليها كتير زي ما قلت لك بتملى الغزاية أكتر من اللازم فدايما الفرخ هو أثناء التخزية بينكش في العالية بتاعته فبيبحتر كمية كبيرة جدا منها ممكن الهادر يصل لـ 75% جماعة وده رقم مش قلي ده رقم كيبري جدا 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 بالنسبة للمرب إذا كده حضرتك هتصرف كتير لكن مش هتلاقي معدلات اللحم أو معدلات إنتاج البيض اللي انت عايزها فبالتالي هتقل الكفاءة التحولية الغزائية والنقطة اللي بعد كده بقى الغزاء المحبب إيه الغزاء المحبب؟ فيه طائر زينا بالضبط كده كمان أدميه هو أي حد فينا ممكن يأكل أي حاجة مش على مزاجه لا طبعا كل واحد بيحب يأكل أو بيفضل أكلة معينة أنا راخر بالنسبة للطائر نشوف الطائر بإيه العلف المحبب بالنسبة له ونحطوله ما نحطولهش علف تمام كده غير محبب بالنسبة له أو الطعم بتاعه غير مستساغ يا إما حادق شديد الملوحة يا إما عادب خالص أو غير متزن زي ما أنا قلت لك الكلام ده يؤثر ولا لا يؤثر يؤثر تأثير كبير جدا 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 يبقى معايا كده راجع معايا من العوامل التي تؤثر في معدل تحويل الغذاء نوع الغذاء المستعمل تمام بعد كده التركيب الوراسي تمام درجة الحرارة تمام بعد كده قلنا الأمراض المقاومة للأمراض المقاومة للقوارد كويس أوي المضادات الحيوية والعقاقير اللي بتناولها الطائر تمام حجم الكاتكوت الحديث تمام الفقد في الغذاء تمام الغذاء المحبب للطائر بيأكل غذاء محبب ليه ولا غذاء غير محبب ليه كل الكلام ده يؤثر يا شباب على معامل التحويل الغذاء شوفوا معانا كم عامل بقى من العوامل معانا أكتر من عشر عوامل مهمة جدا 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 بالنسبة لمعامل التحويل الغذاء نكمل بعد كده عندنا الرعاية عملية الرعاية بقى المربي اليقص يتأكد من أن مساكن الدجاج مهوى جيدا والحضانات تعمل على درجة الحرارة المطلوبة ويلاحظ العلامات المبكرة للمرأة يعني حضرتك أنا قلتلك بتلف في داخل العنبر تمام وتشوف العنبر في ايه أول بأول من مجرد ما شفت الكاتكوت كده تمام أو الفرخ أو الدجاجة اللي عندي تمام مش بتتغذى كويس كشة في داخل مش منتشرة في داخل العنبر على طول دية لابد أن تذهب إلى الطبيب البطري وتعزل عن القطيع عشان ما تعدليش بيت القطيع طيب إذن بالنسبة لي كمربي يجب التأكد من عملية التهوية وإن الحضانات تعمل على درجة حرارة مطلوبة تمام بالإضافة لإكتشاف المرض ايه مبكرة والكلام ده بكله تأثير كبير بكله تأثير كبير جدا في معدل تحويل الغزاء عن طبعا الرعاية الرضية طيب تقييد التغذية لأمهات اللحن العليقة الحرة عندي نظامين نظام اسمه عليقة حرة تمام وفي هذا النظام تقدم العليقة للاستهلاك الحر يعني يا شباب من الآخر خالص عليقة حرة الطائر حياكل طول النهار ولكن بتحدد نسبة البروتين والطاقة والكلسم نسبة البروتين تكون كاما شباب من 17% لـ 18% بروتين يبقى نسبة البروتين في العليقة الحرة اللي احنا حنقدمها للطائر تكون من 17% إلى 18% بروتين والطاقة 2800 كيلو كالوري والكلسم 3.2% تمام بالإضافة عند انخفاض الانتاج في المرحلة الانتاجية الثانية تخفض نسبة البروتين الخام إلى 16% يعني في مرحلة الانتاج التانية التانية احنا قلنا في المرحلة الاولى من 17% إلى 18% بروتين وطاقة 2800 كيلو كالوري وكلسم 3.2% من 10% طب في مرحلة الانتاج التانية مستق نخلي البروتين في العليقة 16% والطاقة 2700 كيلو كالوري تمام ولكن نزود الكلسم طب ليه زاد انتاج البيه نخلي الكلسم من 3.3% من 10% أو 3.2% من 10% إلى 3.5% والكلام ده ليه عشان زاد عمر الطائر أو الطائر تقدم في العمر فنسبة الكلسم بتقل عنده فانا لازم نعدله نسبة الكلسم طب تاني عليقة يبا دي العليقة الحرة طب العليقة المحددة في هذا النظام تقدم عليقة بها البروتين الخام بنسبة 16% بروتين وطاقة 2750 كيلو كالوري لكل كيلو جرام عليقة والكلسم تخليه من 3 إلى 3.5% لا تانية مستر بعد ازنا اكتب في الورقة معايا اكتبي في الورقة طلع بنقول طبعا العليقة المحددة في نظام العليقة المحددة تقدم بروتين خام بنسبة 16% بروتين وطاقة بمعدل 2750 كيلو كالوري لكل كيلو جرام عليقة والكلسم من 3 إلى 3.5% كويس قوي ولكن تقدم بقى العليقة كميات العليقة تقدم محددة طبقا لمعدل انتاج البيت حتى لا تأكل الطيور كميات زائدة من العالة يعني على حسب انتاجها من البيت بتديها المقررات الغذائية عشان كده سميت بالعليقة المحددة يبانا عندي عليقة حرة وعندي عليقة محددة كويس قوي يا شباب بعد كده رعاية وتخزية الديوك في قطعان الأمهاء لازم بقى حضرتك تراعي الآتي في الديوك قص المنقار يتم قص المنقار في عمري من 6 إلى 12 يوم ويكون مستوى القص أقل من الفرخاء يعني لما تقص بالنسبة للديوك تمام يكون أقل من الفرخاء والهدف من قص المنقار هو الإقلال من آثار العراق في فترة النمو بيحصل عراق دائما ما بين الديوك وبعدها في داخل العنابة حضرتك عايز تقلل من كده تعمل عملية قص المنقار اللي هي بتتم في عمري من 6 إلى 12 يوم وقلنا من النقطة دي تقلناها وتناولناها في دجاج التسمين وفي المراحل الأولى في رعاية الجدود والأمهاء العرف بص بقى معي توصى بعض الشركات توصى بعض الشركات بقص العرف لكتاكيت الديوك عند الفاقسة والغرض من ذلك هو الإقلال من خسائر الديوك عند العراق أنا بنقول للحضرتك لما تريد تراب الديوك مع بعضين بعض الناس كده يجي بعض الشركات يعني يقول لك يا عم أنا حنقص العرف اللي فوق ده بتاع ديك تمام عشان نقلل من الخسائر في العراق ما هم لما بيتعاركوا مع بعض بينقروا بعض في منطقة العرف فبيحصل نسيب في هذا العرف فأنت عايز تتغلب عن نقطة دي فأنت تقص العرف من البداية لكن مش كل الشركات بتقول لك كده فيه برامج كتير بقى لا يوصي بقص العرف نظراً لأن العرف الكبير حينفعني في برافو عليك وبرافو عليك حينفعني لما قلت نيجي نستخدم والرب الديوك مع الإناس ونستخدم معالف خاصة بالإناس فاكرين ولا لأ ها فعلا فاكرين يا مستا حضرتك قلت بنخصص على المعلفة بنحط على شبك سلكي تمام بحيث أن الفتحات بتاعته تعدي راسي الناس وتستطيع التغذية ولا تعدي راسي الزكور منها أو الديوك منها تمام؟ كويس قوي يبقى ده بالنسبة لرعاية وتغذية الديوك في كطعان الأمهاء يبقى لازم نقص المنقار في الديوك وعملية العرف نتعامل معها بعض الشركات بتوصي بقصه في المراحل الأولى وبعض الشركات تقول لك لا يفضل أن يبقى عليه كما هو طيب النقطة اللي بعد كده معدلات التربية زي ما قلناها دي وقلنا يجب أن يرعى أن الديوك أكبر حجماً ووزناً من الفرخات لذلك يجب أن يوفر لها معدلات أكثر من المعلف والمسائي ومساحة الأرضية وزن الديك طبيعي أنه هو وزنه أكبر من الدجاجة فلازم يخصص له مساحة من الأرضية أكبر طيب المعلف في فترة التحديم يوفر للطاق خمسة سنتي من طول المعلفة من جهة واحدة يعني كل معلفة للطاقر خمسة سنتي الكلام ده في فترة ليه؟ التحديم طيب في فترة الانتاج من عشرة لاثناشر سنتي تمام فترة النمو من عشرة لاثناشر سنتي طيب فترة الانتاج من خمستاشر لعشرين سنتي كويس أول تعالي يا مستر قل لي المعلفة في فترة التحديم يوفر للطاقر خمسة سنتي من طول المعلفة من جهة واحدة طيب في فترة النمو من عشرة لاثناشر سنتي طيب في فترة الانتاج من خمستاشر لعشرين سنتي أما إذا استعملنا بقى المعلفة المستديرة يخصص معلفة لكل خمستاشر طاقر وفي فترة الانتاج معلفة لكل من عشرة إلى اثناشر طاقر تمام كده؟ المسائل لو استعملت المسائل المستديرة يخصص مسكة لكل مية وخمسين طائر في فترة التحديد ولكل مية طائر في فترة النمو ولكل خمسة وسبعين لمية طائر في فترة الانتاج يبقى المسائل بيخصص لكل مية وخمسين طائر دي فترة التحديد لسه الكاتكوت وزنه صغير تمام وحجمه صغير ولكن مية طائر في فترة النمو ولا ولكل خمسة وسبعين لمية طائر في فترة الانتاج يبقى خمسة وسبعين لمية في فترة الانتاج 100 طائر في فترة النمو 150 طائر في فترة التحديم كويس قوي طيب مساحات الارض زي ما قلنا احنا الاول بيخصص المتر المربع اربع ديوك للمتر المربع الواحد لغاية عمر 20 ازبون وبعد النقل مع الفرقات في فترة الانتاج يوضح في الاعتبار ان تكون نسبة الديوك الى الفرقات كما شباب 10% يبقى نسبة الديوك الى الفرقات كام 10% طيب فرز الديوك وخلطها مع الفرقات تناولناها وقلناها يتم اختيار عدد من الديوك يمثل 15% من عدد الفرقات النسبة اللي ماشية 10% ولكن الناس بتختار 15% عشان لو حدث اي اوزان اختل الوزن او اختل اي حاج او حصل اي موت او نفو في الديوك يبقى احنا عندنا العدد الكافي للدجاجات النقطة اللي بعد كده قلنا طبعا يستبعد الديوك الزائدة عن العدد المطلوب هو زي ما انا قلتلك ويخصص ديوك لكل عشر دجاجات يفضل ان يكون معدل الديوك من 7 ال 9 ديوك لكل 100 دجاجات او عشرة يعني خلينا تجاوزا عشرة عشان ده الكلام ده يعني في مرحلة الانتاج بيبدأ يقلل شوية يعني فرخ ولا ديوك ولا حاجة يعني خليها من 7 ال 9 لكن النسبة المعتادة لكل الناس ماشي عليها نسبة العشرة في المين تمام؟ طيب برنامج تغذية الديوك زي ما قلنا قبل كده بيخصص طبعا نسبة الديوك للطائر العليقة خاصة في حدود 18% بروتين والطاقة 2750 الى 2800 كيلو كالوري ولازم نسبة كالسام تكون في حدود 1% لان زي ما قلتلك برنامج تغذية الديوك بيكون اكتر شوية من تغذية الاناز في فترة النمو من عمر 5 الى 8 اسابيع يبدأ برنامج العليقة المحددة ويستمر حتى عمري من 20 الى 22 اسبوع مع وجود نسبة بروتين خام في حدود 15% بروتين وطاقة 3700 كيلو كالوري شوف رفعت الطاقة ازاي ايا مستا والكلسام واحد في المين تمام؟ لان طبعا الطائر بيتقدم في العم في عمري 20 الى 22 اسبوع بتقدم عليق الديوك بالغة بها بروتين خام 16% بروتين وطاقة 2750 كيلو كالوري لكل كيلو جرام عليقة ونسبة كالسام تكون في حدود 1% طيب طبعا احنا قلنا اختلاف العليقة المقدمة للديوك عن الاناز ودي تناولناها وقلناها وعرفنا طبعا بس لازم المعالف اللي هي بتاعت الفرخات يكون اتساحها في حدود 4.2 من 10 الى 4.3 من 10 تمام؟ وارتفاحها بين 5.5 الى 6.5 سنطي حتى يسمح بإدخال رأس الفرخات الى مستوى العليقة طيب ده دي كده مجموعة المعلومات اللي احنا قلناها اللي تتعلق بكطعان الدجاج الجدود والامهات وما ننساش ان الوحدة دي كان فيها 3 مخرجات للتعلم زي ما قلنا المخرج الاول يهيئ مساكن الدواجن لاستقبال الكتاكيت وتحصنة والمخرج التاني يتابع حالة الجدود والامهات والمخرج التالت اللي هو بتاع النهاردة ينفذ العمليات اليومية والدولية خلال مرحلة الانتاج النهاردة تناولنا مع بعض النهاردة تناولنا مع بعض مجموعة كبيرة جدا من المعلومات الشيقة عن دجاج الدجوء الجدود والامهات وعرفنا طرق التربية وعرفنا العوامل التي تؤثر على انتاج البيض والعوامل التي تؤثر على نسبة الاخصاب واهم التجهيزات التي تتم عند نقل الدجاج من مرحلة النمو الى مرحلة الانتاج وتحدثنا عن كل شيء باستفادة وعن عمليات جمع البيض وعن طبعا أفضل المقررات الغذائية التي توضع لي طيور دجاج طبعا الأمهات وعرفنا كل المعلومات الشيقة دي زي ما قلنا مع بعض مايفضلش عندك غير حضرتك تحدد مع المدرس المقيم وتعرف بقى تجاوب على المعايير اللي حتقابلك حضرتك في خلال الفترة اللي مع الان شاء الله بإذن الله اللي قالك عليها المدرس اللي هي من خلال الثلاث مخارج اللي احنا درسناهم اللي هو المخرج الأول والمخرج الثاني والمخرج الثالث وإلى لقاء آخر بإذن الله أستوضعكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته